اكيد الراجو بقى قاسم مشترك في حياتنا النهاردة تفتح تركب اي عربية تاكسي عربيتك الملاكي المكروبات لازم تلاقي الراجو شنغان خاصة مع الزحمة وبقينا نعرف اسماء محطات ازاعية كتيرة وزاد عددها وزاد معها ايضا نجوم اللي بيقدموا لنا البرامج الازاعية بقى نجوم بقى ستارز لا يقول له شهرة ونجومية عن مقدمة البرامج سواء في الفضائيات او على اليوتيوب احنا قررنا في المصر فاندي ان احنا كل فترة نبدأ نستضيف نجوم محطة ازاعية الاول فكرت ان انا جيب واحد من راديو 90 وحد من نغم وحد من راديو مصر بس نصحت نصيحة كده الدنيا هبوس لكن خصص حلقة كاملة لكل ازاعة فطبعا البداية لازم تكون لتسعين تسعين لان احد مقدمي البرامج على الراديو 90 اصدقاء وزميل وحبيبي اللي قاعدين النهاردة بينه وبينه معيش وملح استمر ستة او سبع سنوات صعب ان القاعدة تكون رسمية معاهم لان احنا هزار طول الوقت لكن هنحاول نكون مسكين نفسينا وجدين شوية البداية برحب بديوفي استاذ محمد نشط اهلا بيك اهلا بحضرتك وارحب بالنجمة الراديو 9090 شايماء حافظ اهلا بيك ونجمة الراديو 9090 سالي سعيد اهلا بيكو منوريني ومشرفيني البرنامج كده بقى بتاعكم الله يخلي المصرفين اسألون انا وانا كاوم بي شايماء شايفة الراديو النهاردة هيستمر الناس تقبل عليه ولا فيه منافسة من وسائل اعلامية جديدة انا شايفة ان الراديو لا يموت لا يموت مع مرور الازمان والعصور دايما الراديو ليه مكانة خاصة عند مش بس المصريين عند كل الناس لانه ممكن تسمعه في البيت في العربية في تليفونك في اي حتة موجود معاك في كل حتة غير التلفزيون ومعروف انه من الحاجات اللي هتندسر مع الوقت التلفزيون فخاف على نفسك يعني انا اللي هات في البيت ركز في الراديو انا ليه رجل في الراديو بالضبط كده سالي سعيد برامجك على الراديو 9090 في برنامج مع الفنانة الرجاء الجداوي بالضبط اللي هو وانتوا بصحة وسعادة وانتوا بصحة وسعادة ده بقالوا تقريبا سنة من اخر 2014 لا بقالنا كتير يعني خمس سنين او اكتر كمان نشغالين مع بعض متواصل اه 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 وتجربة مهمة بالنسبة لي جدا الفكرة ان انت بتتعامل مع شخصية عامة محبوبة وفي نفس الوقت استفيد من خبراتها في الحياة في كل المجالات في الاجتماع في الطب في الفن في خبرتها في الحياة كمان في التعاملات الانسانية مهمة اوي ده حتى الناس بتحب تسمحها بتسمح مدام رجاء الجداوي عشان الفكرة دي انا اتعلمت منها ده البرنامج كمان قيم على وجهة النظر الاخرى اللي هو انا مش الوجهة النظر المضادة على قد ما هي وجهة النظر اللي من جيل مختلف لو فيه موضوع بنتكلم فيه فرأي الشباب ممكن يبقى ايه ورأي مدام رجاء جداوي وممكن يبقى عامل ازاي وطبعا الجمهور هو بقى اللي بيحب يعني يختار الموضوع اللي احنا بنتكلم فيها سواء بقى الحاجة الاجتماعية الطبية الاطفال التربية كل ده انا بدايتك ازاعة انا بدايتك كنت كنت تلفزيون الاول وكنت مراسلة اخبار وبعدين رحت بقى راديو وانتش يا شايماء البداية كنت بدايتي تلفزيون برضو تلفزيون برضو ليه سحر خاص اكيد حضرتك مجرب اللي اتنين وكيد عارف ده مملكة وده مملكة الراديو بحسه انه هو اصعب من التلفزيون لما اني جربت اللي اتنين ليه بقى لانه انت في الراديو ما عندكش انك الناس تشوف شكلك ديكور اضاءة ريبورتار عوامل مساعدة بالزبط انت في الراديو صوتك وطريقتك والموضوع اللي انت بتتكلم فيه وبس هي دي لو انت حبتني او حسيت ان انا قريبة منك هتسمعني لا هتروح قلب الراديو ومحول على قناة تانية او مش اغل سيدي وخلاص زي ما بيحصل مع برمج محمد ناشئة بالزبط كده الناس بتحول على طول لا طبعا محمد ناشئة نجم الراديو 9090 واخد جوائز هو وشايماء بالكوم اللي تحتدني عليها دي اللي انا ماخدش ماء ولا جايزة يعني بس ناشئة انا عارف ان انت في الاصل ممثل لا كهربائي 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 بس ايه علاقة التمثيل بالازع انا طبعا في البداية يعني البداية كانت التمثيل فعلا عن طريق مصرح الجامعة وورشة الاساس خالد جلال مركز الابداع الفني خرج الهوة اهوة سادة طبعا انا ومجموعة كبيرة جدا من زمالي اللي هم حاليا النجوم النجوم للشباب محمد فراج حمد ممدوح محمد صروت مجموعة كبيرة قوي يدخولي فيها عن طريق اليوتيوب لان بدأت اعمل فيديوهات على اليوتيوب مع صديقي هاني حمدي بعد تقريبا فترة 25 يناير على طول فبدأنا نعمل فيديوهات فيها كوميديا ساخرة من الشكل ده يعني والحقيقة اللي رشحني الازع هو المهانستار اسماعيل هو صاحب فضل كبير جدا جدا مش علي اكيد على ناس كتير قوي قوي في راديو 9090 يعني واول واحد شجعني واول واحد قال لي انت هتنجح في الراديو انا مكنش متخيل حقيقة ان انا ممكن ابقى موزيع راديو كلام ده يعني من حوالي ولا حنة ولا حنة ولا حنة الحقيقة كان متخيل كده وكان عنده ايمان كبير جدا جدا بيا وكان واثق ان انا ممكن حاجة انا مكنش شايفها الحقيقة فالحمد الله يعني دي كانت البداية لما دخلت الازاعة لأنا حبيتها اكتر كمان من مجال التمسيق كمان اه يعني حبيتها جدا جدا حسيت ان انا براحت جدا مع الناس خصويا كمان ان احنا تحديدا عندنا او طريقة الادارة عندنا انا بشوف ان هي طريقة الادارة الحقيقة والحديثة ان احنا عرفنا ازاي نحب الشغل مش نحب العائد المادي او نحب الشغل احنا بنحب المكان بنحب البيت دا اوي بنحب المكان اللي احنا كنا موجودين فيه بتحصل احداث كتيرة جدا في البلد من غير ما حد يطلب مننا كلنا بنبقى موجودين في الازاعة كلنا بنباد في الازاعة كلنا بنعمل اي حاجة نساعد بعض بياه فدي كانت يعني ده كان التحول عندي من التمثيل للإزاعة ولكن يعني بمثل الحقيقة يعني كان برنامج حلقات مسلسلة استمرت سنوات كتير اللي هو يعني ده أكتر من عمل كمان في التلفزيون دراما مسلسلة الميزان مسلسلة سبع أرواح حالين ده أنا أكلم عن الراديو الراديو كمان مسلت طبعا حكايات غدا وحمادة أنا وإيمان السيد زملتي عملنا شهرباز وشهرجاز عادت تقريبا تلات سنين بشكل يومي كانت حلقات كده برضو أنا وفاطمة مصطفى بنقدم برضو مسلسلات في رمضان هيبقى السيزون الثالث لنا إن شاء الله السنة دي عملنا اتنين سيزون قبل كده والثالث اللي احنا بنحضر له دلوقتي فالتمثيل الإزاعي برضو شاركت تقريبا على مدار السبع سنين اللي كنت فيهم في الراديو في التمثيل الإزاعي برضو في الراديو يعني التلفزيون كانت هي تجربة برنامج أنا مصر دي كانت التجربة الأولى لها في التلفزيون تلفزيون شيماء وانت بتقدمي برامجك بتبقى الآن إنت أو حاسة المستمع هيقلب المحطة دلوقتي لو أنا زهقت من نفسي لو أنت زهقت من نفسي لو أنت حسيت أنك مش أنت حسيت أن أنا آه يعني ما فيش عندي الروح اللي بقدم بيها أو لو أنا مش مذكرة مش محضرة لو الناس بيفتكروا أن احنا الموضوع سهل قوي وبنطلع عرف فتحة الفيدر وقعد أتكلم وقاسة مأسز والموضوع سهل لكن أن أنت تدور كل مرة على موضوع أنا بحط نفسي مكان اللي قاعد في العربية بيسمعني ومتدايق ومخنوق من مديره ومتدايق من مراته وحر وزحمة والعربية هتعطل منه وكل الحاجات دي فأنا ببعايز أعرف هو أنا لو أن رجب العربية هبعايز أسمع إيه عايزة يقولولي إيه الموضوع فبحب بدي حاجات كده زي يعني هيتن رون طلقات كده موضيع خفيفة معلومات خفيفة أغاني لذيذة مختلفة فلازم الموضيع وموضيع الشطر أنا بحس أنه ده موجود عند كل الموضيعين في تسعين تسعين أنه عندنا سنسور كده ببعارفة أنه إحنا ماشيين تمام أو لأ فناخد بريك ونبتدي نشحن تاني النجمة الراجو وشيماء حافظ هل أنت شايفة المستمع النهاردة يقبل على برامج إزعية خفيفة اجتماعية ولا عايز برامج دسمة المستمع عايز كل حاجة كل حاجة بدليل أنه حضرتك بتقدم برنامج دسم وخدمي ويعني تقيل كده زي ما بيقوله سياسة أيوة وإحنا بنقدم حاجات اجتماعية خفيفة طبعا على حسب الوقت على حسب التناول عادي جدا أنه إحنا كنا مثلا أنا ونشأت بنقدم برنامج الصباحي كممكن نستضيف وزراء ممكن نستضيف سواء على التليفون أو في وجودهم عندنا في الستوديو فطبيعي أنه المزيع يقدر يقدم كل الأشكال ولكن التناول عامل إزاي؟ فالمستمع بيحب يسمع كل حاجة في الراديو يحب يحب يسمع مسلسل يحب يسمع برنامج يحب يسمع أخبار وده كل الكوكتيل ده موجود في الراديو 99 ده حقيقة النهاردة هنوعد بيقول كتير على راديو عندك احتراف لا طبعا تقدر تقول غير كده؟ لا 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 قول بقى أكل أي تقينك على الأقل سالي إيه مطبط الهواء اللي بتقابل الموزيع الرجل؟ لأن البعض بيرى أن العمل الإزاعي ده بسيط خفيف فيش مشكلة؟ لا مطبط الهواء كتير قوي بس ممكن يعني أصعبها مثلا لما بتاخد تليفون مثلا تاخد تليفون أوف إير مسلا ده كتيرنا بمرضنا به مسلا ففجأة يتكلم معاك وأنا هتكلم في الموزيع الزريف وزيفل فجأة يطلع على الهواء إيه ده حضرتك تقول إيه؟ إنتم كنتش كده من شوية فدي أكبر مطب طبعا ده مش أنا مش بقول كده عشان خاطر إحنا بنكتب الناس وما يفعش تتكلم لا بالعكس ما ينفعش إن أنا يعني يبقى فيه مثلا مستمع حقيق أو يعني مستمع حقيقي بيطلع يهزر أو يتكلم في غير السياق المعروف أو المعتاد عليه إحنا يعني زي ما يكون فيه ديل كده ما بيننا وبين كل المستمع إن إحنا بدام إحنا عاملين بوينتس كده معينة للإحترام والتبادل مع كل المشاهدين والمستمعين يعني تحديدا فلو إنت خرجت بره الإطار ده فأنا يعني لو في الناس أصلا بدي تتصل تقولك هو أنتو بتتكلموا في إيه؟ آه هو الموضوع إيه بقى حضرتك أنا عايز أطلع على الهواء أعايز تقول إيه؟ تقولوا إيه وأنا هقول طلعيني بس على الهواء ده ده أصعب حاجة فكرة أنت فعلا يعني أنا حتى أنا حتى هذه اللحظة بخاف من الحكاية دي أخذ طريفون على الهواء يعني بقعد أتكلم كتير أو أحد تعدي أقول إيه مني على الهواء أقول إيه إحنا مش على الهواء على فكرة بس أنا بحب إيه أدردج مع لحدنا بتأكد تماما إنه هو طالع يتكلم معنا في موضوعنا ده فعلا أصعب حاجة محدش يعني محدش يضمن ممكن حد يطلع يتكلم يقول اللفظ خارج يقول أي حاجة صحيح أريح لك البرامج المسجلة أو الهواء؟ لا الهواء الهواء وأنت يا شايني الهواء طبعا الهواء الهواء تسجيل بقى صعب بقى منتاج وبتاع وقت يعني كل حاجة اللي هي الفن بتاعها بس قصدي الهواء زي ما يكون بيباين الشطارة أكتر بتاعت الموزيع وكمان ردود الأفعال بتبقى وقتها يعني أسه بس بقراها ويعلم أكتر كل حاجة ويعلم أكتر التسجيل بقى أنت ممكن تعمل حاجات تشيل جابات تشيل مش عارف إيه طب الأغاني اللي بتتزعج هو البرنامج أنت بتختاريها بنفسك ولا إدارة الراديو هاي اللي بتبقى حطاها هو زميلنا كريم سعيد الحقيقة هو اللي يعني بيختار أغاني على حسب كل برنامج حتى لو يعني برامج الصباحية مثلا هو بيحط لها الأغاني مناسبة وطبعا الموزيع بيبقى ليه يعني حرية اختيار أغاني حرية الاختيار اختيار الأغاني ده منروح الموزيع ومنروح البرنامج كمان ده مهم لازم لازم طبعا طيب محمد نشأت شايف فئات اللي هم مثلا من سن شباب الصغير 14 ل18 سنة حياتهم كلها على اليوتيوب نجذبهم ازاي للراديو الشباب اللي على اليوتيوب هو لازم نبقى بس احنا متفقين ان احنا حياتنا كلها بقت سوشيال ميديا أكتر صحيح والشباب دول بينجذبوا جدا الحاجات دي احنا لازم ما نتفهش من دماغهم لانا ساعات كتير جدا بلاي برامج او بلاي ناس بتطلع تتكلم ان احنا لازم دول نفهمهم ونوعيهم اه حنفهمهم ونوعيهم ولكن بطريقتهم برضو لازم تبقى انت عندك من الحداسة انك تتكلم معهم باللغة بتاعتهم هم دلوقتي ما بيفهموش اللغة اصغر طفل في المدرسة عنده 6 سنين ولا 7 سنين ماشي بالايباد وماشي بالتليفون وماشي بالحاجات دي كلها فانت لازم تدخله من المدخل بتاعه ولازم تتكلمه باللي هو فهمه باللي هو عارفه دلوقتي فانت تجذبه اه انت اللي تروح له هو مش هيجيلك يعني انا يعني زمننا برضو احمد يونس تقريبا من الناس الشطرة جدا في التعامل مع السن صحيح السن ده لانه بيعرف تكلمهم بلغتهم كويس قوي وفي النهاية هو انت برضو في برنامج راديو هو انت بتستهدف مين هو ده اللي بيفرق معاك لان الشباب دي عشان تستهدفهم انت محتاج تفهم عقليتهم رايحة ازاي تفهم هم عايزين يسمعوا ايه هم بيحبوا اللي بيشدهم ودول اصعب حاجة لان هم انك ترضيهم ده شيء صحب جدا صحب صحب جدا لان هم مطلعين يا كدوا يكونوا اكتر من الناس كتير قوي ومش تعرف تضحك عليهم باعتبر ان هم صغيرين لا هم مش صغيرين خالص الحقيقة هم فاهمين كويس قوي وبيتفرجوا كتير جدا وبيعودوا على اليوتيوب وفيسبوك وتويتر وانستجرام كل الحاجات دي عندهم وموجودة قصدهم فانت عشان تشدهم فانت لازم تبقى معاهم وتبدأ توجههم بعد ما هم يحسوا انك مش بتمليهم هو السنة ده قصته بيرفض انك تمليه هو تشاركه في اللي هو بيفكر فيه حييجي معاك لان هو بطبيعتنا حتى في الاعلام عموما احنا بنرفض الموزيع اللي يطلع يملينا الحقيقة يقولك انا حقولكو الحقيقة دي عندي هم هاش هاسمعوا في الواقع اللي بيطلع يملي الناس بالشكل ده الاستاذ اه اللي هو الاستاذ اللي انا بفهمكو وانا اللي اكبر وانا اللي فاهم وانا بتاع الاعلام وحاجات كوالواقع احنا جمهور او شعب بيرفض الطريقة دي وبينفر منها لكن انت حطله الحاجة وهو يختار ويشاركك معاك على الاقل هو لو اقتنع بيها هيدافع عن نفس المنطق اللي انت تتكلم بيها مستمع الرجل دلوقتي شفقتهم العمرية ايه فوق الاربعين فوق الخمسين ولا شباب ولا ايه والله انا بقيتها ستات رجالة هو الستات اكتر في كل حاجة بس الشمام اه موضوع اصد ده ستات اكتر في الانتخابات والاستاد اكتر في كل حاجة حتى في البيوت ماذا ايه ولا حاجة طيب ده شيء بايق ده شيء جميل ولسه ياخده 25% ولسه في تعديل الدستورية كمان هياخده الناس بايتها اه فلسطات كتير لكن الراديو دلوقتي لانه بقى بيتشاف بقى موجود على موقع التواصل الابتماعي فما تقدرش تحدد له فئة معانا بيسمعه لا كل الناس الحقيقة بتسمع راديو الناس اللي لو ما سمعوش في العربية بيسمعوا على السوشال ميديا بيسمعوا على الابليكيشن بتاعه على الموبايل بتاعه ستات في المطبخ حتى بيكلمونا كتير الناس بيفتحوا الراديو بيشتغلوا فغالبا هتلاقي الأعمار كلها متفاوتة بس طبعا الشباب كتير جدا جدا بيسمعوا الراديو الشباب بشكل اساسي اه اه انا مفاكر بمناسبة الابليكيشن اه وأنا على الهوى فواحد اتصل بي من دولة أجنبية أوروبية فبتتكلم منين سي مثلا بلجيكا فلحيت لابسي انتوا لنت اتصيع على هي فيه ايه يعني انتش عارف انتوا كليمي من شبرة فقال يا بساس امليكيشن انتوا عاملينه على الراديو وانا معرفش ايه هو الابليكيشن نطلع فاصل وفاهمونا يعني وكانت مفاجأة الابليكيشن داي يخليك تستعد لبرامجك ازاي اللي هو الناس شايفاك كده صوت وصورة كأنك على الشاشة زمان موزيع الراديو كان ما بتشافش فيروح بالجلبية اه عادي يعني مش لازم يعني تبقى حتى ميكا مش لازم تبقى عاملة شعراء يعني كان فيه تفاصيل كتير يعني عادي ممكن تقعد تتشقلب في الستوديو تقعد تحرك الكورسي يعني دلماس يازم تقعد كده مظبط وشايف الناس شايفاك لان فيه كاميرا مسلط عليك بالزبط بالزبط بترقب الحركة اه اه ويعني ده بيحصل كتير لما انا ونشأت كنا بنعمل البرنامج الصباحي فاحنا بنعض نهزر وكده وبعد كده ننسى انه الكاميرا شايفانا انتوا نشافين على اه فنرجع تاني بقى ايه فيه كده رزانة ونعض مقدمين كده طيب انت قدمت برامج صباحا وعسرا ومساءا ايوه شايف افضل فترة كانت بالنسبة لك ايه بوس كل فترة ليها مزايها وعيوبها وكل فترة ليها رونقها وطعمها انا شخصية ما بحبش اصحى بدري فكان البرنامج الصباحي ده انت برنامج صباحي تصحى ستة كان بالنسبة لي عذاب جدا دوعاتي ثلاث سنين تقريبا ومعرفتش اصبت معادي واصحى بدري يعني معرفتش لكن انا افضل برامج المسائي يعني من بعد مصحى كده برحتي اخد كبات شاي بلبن قادر اقوم بقى باي حاجة الوقت اللي بيسموه البرايم طايم فرادشو اللي هو وقت الزروة ده بيبقى من الساعة كامل كامل الوقت الصباحي طبعا ده هو اكيد من الساعة سبعة مثلا من الساعة عشرة وطبعا وانت راجع ريف شو بقى وانت راجع طبعا اللي هو من الساعة ربعة تقريبا لحد الساعة ستة او سبعة كمان يعني انا كده ما بتتسمعش لأ بتتسمع برضو لأ بتتسمع طبعا عايز اقولك ان انا رأيي ان الزحم بقت موجود دلوقتي صح يعني انا بشوف كده حتى لو جمعة وسبت وبالليل بالمناسبة البرامة بتتسمع بقت عاطوه ساحمة مالذي بقول دللي بقت زحمة جدا دلوقتي يعني انا طول الوقت الجمعة بالليل مثلا للمضوع نقول بفيش برامة هتتسمع في الراديو انا بنزل كبر اكتبار دواقف كله فأكيد احنا يعني بنتسمع في الوقت ده اصلا لو سايق انا عن نفسي بجيب الراديو هتسلة ونقف في الزحمة هعمل ايه فالتسلية الوحيدة وانا بسوق في وسط الزحمة هو الراديو صحيح بتسمع محطات اذاعية تانية نشأت؟ اه طبعا يعني بقى اكيد لازم نبقى بنسمع المحطات التانية لان المنافسة شيء هو اللي حينجحك يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنجحك هي ان انت تلاقي حد بي نفسك وتلاقي وتشوف الناس التانية بتقدم ايه بطبيعة الحال بما اننا يعني مجال منافسة طبيعي فبسمع طبعا على فترات وخصونا في البداية يعني انا لما اكون بدي برنامج جديد فاحب دايما نسمع الناس اللي في نفس توقيتي او اسجل حلقاتهم حلقاتهم تتسجلي انا متابع بحيث انا اشوف وانا بقدم ايه وهم بيقدموا ايه وفي الاخرى قارن كده اللي يخلي المستمع ده يفتح يسمع تسعين ساعين وما يسمعش اي محطة تانية فلازم يبقى عندك حاجة بتقدمها تتفوق بيها على المحطة التانية طول الوقت لازم تبقى بتسمع طبعا المحطة التانية وبتشوف زميلك مزعين على محطات زعية تانية بيقدموا ايه وبيقولوا ايه طبعا لازم تشوفهم وتبقى كمان مركز اوي في اللي هما بيقولوه لان هو ده حيبقى دليل نجاحك انت بعد كده لازم السؤال المعتاد اللي بنحطه كده دايما هو ايه اللي يخلي المستمع لساء عربيته النهاردة يروح فاتح تسعين تسعين ومكمل معاها وما يسمعش محطة تانية فتبدأ تشوف هو بيقدم ايه وانت بتقدم ايه اكيد طبعا في زمرة كتير جدا جدا في محطات تانية هايلين يعني لكن انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تقدم حاجة مختلفة شوية عن اللي بتتقدم في المحطة التانية شيماء في جيل اللي هما بقى قدام المستمعين ستيناتي سبعيناتي عاشوا زخم الازع المصرية فكان فيه برنامج زي زيارة المكتبة فلان للراحلة الكبيرة نادية صالح الغلط فين علي فائزة غلول برامج حول الاسرة البيضاء الكلام ده الى ربات البيوت دي برامج تربت عليها اجيال وقصة البعض من الجيل ده لما تقابليه يقولك احنا بنفتقد النوعية دي من البرامج الازعية الان وبقى اغلبها كلها حاجات لايت قوي عندك تفسير هل ممكن نعمل البرامج دي في الازعات دلوقتي كل الزمن مختلف؟ سؤال وجوابني عليه حضرتك برنامجك لايت؟ لا طيب كل فترة ليها متطلباتها زمان ما كانوش بيبقوا عصر السرعة زي ما احنا عايشين دلوقتي تكنولوجي احنا بنيسمعنا فئات كتيرة جدا يمكن الراديو دلوقتي مش بس الكبار اللي بيسمعوه لكن كمان فيه صغيرين واطلال وشباب فانا لو اتكلمت بطريقة بحاول اخاطب فئة معينة الباقي هينفر مني مش هيسمعني فاحنا دايما بنحاول ان احنا ابقى حتى المستمع اللي قدامي ده متخيلة انه هو في كل الاعمار مش طفل مش شاب مش كبير فحاول ارديك بكافة الطرق انا عارفة انه كبير مثلا محتاج ان انا اكلمه في الموضوع بشكل عميق ادي له معلومة عميقة الشاب عايز يسمع اغنية سريعة وتقول له كلمتين حبيب تعملي بقى خلطة بين كل ده فبتعمل بالزبط يعني خلطة ما بين كل الحاجات دي عشان تردي الازواء زي ما احنا عايشين في عصر السرعة والتطور لازم كمان الراديو تطور والدليل ان احنا بقينا مسموعين ومتشافين ودلوقتي فيه أبليكيشن بيسمعوكم من بلجيك وانت عاد تقولت له ايه ده ازاي بتصوير تحصل علي لا ده غير كده كمان الراديو تسعين تسعين بيغطي انحاء الجمهورية بالزبط احنا اه بالزبط فعشان كده لازم توردي جميع الفئات ومن مختلف المحافظات طبعا تعالوا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل حوارنا هيستمر مع ضيوف الاعزاء نجوم الراديو تسعين تسعين مش اللي معنا هنا بس بل كل مقدم البرامج على الراديو تسعين تسعين زميلي عدد من نجوم الراديو تسعين تسعين مشرفين النهاردة في المصر فاندي بنحتفي بيوم كبداية انحنا نتواصل مع نجوم المحطات الانسعية مرة القادمة هيبقى في نجوم من محطات اخرى نروح ليه زملتي سالي سعيد طبيعة البرامج اللي بتقدميها اجتماعية مش عايزة تغيري مثلا هقول لحضرتك انا اصلا يعني انا بحب المزيكة والفن والسانما وريدي اصلا كمان الراديو تسعين تسعين اتحلي الفرصة ان انا اغطي فعاليات تسعين تسعين كتير جدا زي مهرجان الكهراء السانمائي زي كل الاورد اللي تكون موجودة على الساحل حقيقة انا بروح اغطيها وده يعني بيرضي بالنسبة لي حاجة بحبها اوي يعني فكرة التساني ما والافلام انا اصلا يعني ازعم يعني ان انا متابعة جيدة للافلام بس ما عملتيش حاجة ومثلة شطر على فكرة هتنافس نشأة اه 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 لا سالي بتمثل من زماني بتمثل اصلا وهو نشأة كمان اصلا عارف نشأة من قام الجامعة كمان اه انا فجيت اصلا هو كان بتعليمه يا سالي اه كان دنيا الجوزي في نفس اه في نفس الكلية نفس الكلية فالحقيقة يعني فكرة الافلام عندي وانا متابعة كمان جيدة للافلام مش الامريكية بس لا الاوروبية وبشوف كلها انواع السينما قديمة جديدة عندي الشغف ده الحقيقة طيب مزهرش ليه بقى انا عملت ده في الراديو بس لسه نعملتش برنامج منفصل لسه نعملتش كبرنامج منفصل انا احب ان انا اتكلم عن السينما والفن بشكل عام ان السينما والفن وعي مهم قوي في الفترة الحالية احنا بنقعد نقول قوى النعمة والكلام ده كله بس اه دي صورة دي من مغرجان فعلا الحقيقة مهم قوي ان احنا زي ما تربينا زي ما حالكم تتكلم مع شايماء دلوقتي عن فكرة ان في برامج كتير وعتنا من غير ما احنا نحس صحيح سواء في التلفزيون او في الراديو فده مهم قوي ان احنا نعرف الناس ان مش السينما هي هوليوود وافلام الافنجرز والافلام الكوميرشال دي لا السينما والمصرح كمان طبعا ونشأة تشاركني في ده مهم قوي بيعلم كتير انا عن نفسي دخلت مصرح الجامعة بس يعني اخرجت من كلية وعندي مخزون ثقافي مهم قوي من المصرح بس فمهم قوي ان احنا نوعي الناس بده مش اقول لهم اتفرجوا على فيلم لا اعرفهم بطريقة لطيفة جدا ولايت على ان السينما مهمة على ان وجود سينما ومصرح في بلدنا وانه يكونوا رقم واحد على مستوى الشرق الاوسط كمان ده يعلي بلدنا بشكل كبير صحيح السينما كانت زمان من اقوى النعمة كانت زمان بعد القطن صبعا احنا يريد دقاء حاجزة كاميرا تانية نشأة انت قدمت برنامج صباحي وده برنامج خبري مفروض وقدمت بعد كده برنامج العصر من زمان قبل ما تقدم صباحي وحاليا وهو يغلب عليه الطابع الاجتماعي شايف نفسك في اي لول انا بطبيعة الحال بحب البرامج السخيرة اكتر البرامج الده ما خفيفة يعني برامج اللي ما تبقى اشتئيلة على الناس قوي ويمكن حتى انا وانا بمثل كمان فطبيعة الادوار اللي بعملها الادوار اللايت شوية للراديو ار انا شايف ان الشكل الساخر شكل مش موجود كتير وانا بمله جدا وبحبه جدا حتى المواضيع دلوقتي انا بشتغل دلوقتي طبعا بعد الدهر في الفترة من اربعة الستة فالفترة دي تحديدا الناس على اخيرها الزحمة خلا ان الرجل عايز يفجر عربيته واي ما حيموت يعني مش عارف يوصل امتى هو بيخرج على بابا الله متعرد يركي بالدائري خلاص عينزل فين ولو عدته الفتحة فده سافر ده بتاخد جمهوري انا خلاص ده بعدية انا بخلص اربعة بستلم بقى يعني انا بستلم كل يوم والله بستلم لأستاذ محمد تبقى حاجة فخيمة كده بقى وراره يدخلك واحد يقول لنا ده مانت وبخش لي الناس شكاوي بقى كتير انا ملحيتش خير وبعدية ده بتجي لي فعلا مكلمات كتير قاوية في بداية الحلقة اول نص ساعة مثلا فدول كلهم ابو سئدك وصلني ابو استاذ محمد يديه رقب تكلموا قابلها من 3 ل 6 ابو حالة مستعجلة يا سيدي هو موجود من 3 ل 6 طب بيدي واخد ارقام كتير وديها لأستاذ محمد تاني يوم ويباشر هو بقى عامله بعد كده لا انا طبعا البرامجة السخيرة هيا اللي انا بحبها اكتر هي اللي انا بميل ليها اكتر انا بحب الناس تبقى مفرقشها لان انت فنان كوميدي في الاساس اه يعني وبحب الناس تتحك انا بحب الناس تتحك جدا انا عندي ازمة في ان الوجوش بتبقى مكشرة صحيح الناس في الشارع وهي مكشرة ده شيء بيحبتني كنت بشوف الوجوش مكشرة جدا الصبح هتحس انها لصحتهم منهم لكن انا مريش دعوة يا بنزل الصبح كان ايام عذاب لان انا زي شايماء بالظبط ايو شايماء بالمناسبة يعني انا بفتخر جدا بالفترة اللي انا اشتغلت مع شايماء تقريبا اطول ديو ازاعي اشتغل في راديو 9090 صحيح استمرنا اكتر من خمس سنين سنتين بعد الظهر وبعدين ثلاث سنين الصبح فالحمد اشتغل ثمان سنين دوتو خمسة خمسة اه اه سنتين اشتغلنا بعد الظهر وتلاث سنين الصبح ودي صورة من البرنامج اللي انا وفاطمة مصطفى بنقدمه تمثيل على راديو 9090 البرنامج الصبح مجهد جدا لانه ثلاث ساعات ثلاث ساعات غير انه ثلاث ساعات كمان البرنامج خبري البرنامج بتقول الناس اخبار كتير جدا صحيح كمان بتحاول تقول لهم معلومة كمان بيبقى عندك اطفال رايحة لمدار الصبح انت لازم تبقى تقدم لهم وجبة برضو الصبح كده عندك كوكتيل غريب كده مش مفهوم كل الناس وهي فترة ان محاك بيحب يصحى الصبح انا اعتقد شغل ما زم حادش بيحب يصحى الصبح فالناس نازلة مكشرة طبيعي انت محتاج يعني عملية كبيرة جدا 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 عشان الناس دي تتحك وتفوقهم وتفوقهم وخصوصا ان انت ماشي الصبح رايح شغلك فانت شايف الوشوش عاملة ازاي لو قربت من حد ده حيخلص عليك مفيش كله بصصلك كده ونايم يا اما مازك سندوتشين وقاعد في المقم يموت فانت بقى عليك هم تقيل جدا جدا عشان تروح الصبح تفوق الناس بعد الظهر طبعا نفس القصة بس بعد الظهر فرهضة فسهل انك تتعامل معهم اكتر يعني بس اي دوتو ازاعي بيبقى فيه منافسة وبينتهي الى مشاكل او ده حصلت كتير اه بس يعني ما شاء الله شايماء ونشأت يعني يكملوا الدوتات ومشوا يعني عندك تفسير لا والله ما عنديش تفسير انا شخصا لا هو التفسير ان انا وشايماء من اول يوم ما كانش حد فينا عنده فكرة الانا دي خلاص تقريبا بنشتغل زي بعض مقتنعين بفكرة واحدة ان هو موزيع الراديو الناجح هو مش اللي بتكلم كتير الحقيقة انما هو اللي لو عنده حاجة يقولها ما عندوش خلاص يعني مش ازمة برضو الراجل اللي بيشتغل في الفتح عربيته ده هو عايز يسمع غين واحلوة فحاجات كتيرة جدا متفقين عليها طول الوقت عمرنا مختلفنا على موضوع معين عمرنا مختلفنا على مين هيتكلم اكتر عمرنا مختلفنا شايماء مثلا فيوقات كتير جدا لما انا كنت بقول حاجات تدحك او دماه خفيف هي كانت بتموت على الضحك من الضحك على هو وتضحك على هو جدا وده على فكرة بيعلي الضحك عند المطلقي يعني دايما كان يقول لك الضحك ده عدوة اصلا فلما شايماء بتضحك هي بتعليني جدا جدا في الكلام اللي انا بقوله كمان وبالتالي ده بيتنقل اللي بيسمع في العربية لما هي بتقول حاجة فانا باستغرب جدا وكنا دايماً طول الوقت حتى بالناكف في بعض فكرة الرجل والست والحاجات اللي من النوع ده فالطرفين موجودين وما عندناش حاجة هي مزيعة شطرة جداً ووصخة في إمكانياتها جداً جداً مفرقش معاها مين بيشتغل معاها طول الوقت هي بيفرق معاها تقدم برنامج شكله عاملت زي شيماء انت عملت في محطات إزعائية قبل الراديو تسعين تسعين الحالة اللي عملها راديو تسعين تسعين ونجاحه مع نجوم الراديو اعتقد برضو وراها قدرها نجحة جداً اه كلميني عن إدارة الراديو تسعين تسعين المناخ اللي اللي انتم بتشتغلوا فيها بص دايماً أي حد بيشتغل مش بس في الراديو لو بتشتغل في مؤسسة بتشتغل في شركة في بنك لو انت مبسوط بالإدارة اللي انت بشغال تحتها أكيد هتعرف تدي أكتر وده بيبين يعني أكيد لو انت مبسوط في الإدارة اللي انت شغال فيها هيبين في شكلك على الشاشة انك مبسوط بتحضر بتذاكر بتحاول دايماً تبقى up to date انك تطلع حاجات جديدة مواضيع جديدة عندنا الإدارة بجد مفيش واحد فينا بتسيبه اللي هو كده بدون توجيه وكمان في نفس الوقت بتديك مطلق الحرية في اختيار الموضوعات والحاجات اللي بتناسبك اللي انت بتعرف تتناولها ففكرة الحرية اللي بتدهي لك والدعم المستمر اللي بتقدمه الإدارة على رأسها طبعاً بشمان دستاري إسماعيل بتخليك تحس ان انت مش بس شغال في مؤسسة إعلامية ولكن انت شغال في بيتك يعني بتحس ان الراديو ده بتاعي ملكي يعني بحس ان انا ممكن اخش اخد الإرادات عادي جداً من كتر ما انا حسة انه قلبي على المكان لانه هم فعلاً بيحسوني انه هم قلبهم علي ودايماً راحتي بتبقى مش راحتي انا بس ولكن راحت كل موظف بيشتغل في الراديو تسعين تسعين هو كمان بس في حاجة في موضوع الإدارة ده يا سيد محمد هتلاقي دايماً هو صعب انك تتكلم على إقدارة نكحة في عمل هو اللي بيتكلم عن إذا كانت الإدارة دي نكحة أو مش نكحة الراديو تسعين تسعين تقريباً عمره في السوق حوالي ست سنين أو سبع سنين بقى يصنف انه الراديو رقم واحد في مصر خلص احنا مش يعني شهادتنا مجروحة في إدارة الراديو تسعين تسعين لسبب بس هو ناجح عن حق ما هو ما بقوله حضرتك في ست سبع سنين هو بقى راديو رقم واحد عن إذاعات موجودة من خمستاشر ومن عشرين سنة وقدر يوصل لجميع محافظات مصر هو الراديو الوحيد دلوقتي تقريباً أو الصبقة الأولى ان احنا نوصل لجميع محافظات مصر دي حاجات اعتقد انها بتشهد لإدارة الراديو تسعين من غير يعني مش محتاجة كلام ومش محتاجة نقاش كبير الحمد لله اكبر نسبة جوائز في الكام سنة اللي فاتوا اكبر نسبة اعلانات لو بتتأسل الموضوع بالاعلانات والاستماع موجودين عند كل المحافظات في مصر في سابقة الاولى بتحصل في مصر ان احنا نبقى موجودين نتسامع الطريق الصحراوي وفي مارينة وفيسكندرية وبرسعيد وسويس والمنصورة تقريبا لمينا اغلب المحافظات المصرية فدايما انت بص على الكيان الناجح ما فيش كيان لا يمكن ناجح كيان ناجح من غير ادارة جيدة النادي الاهلي كده بالمناسبة يعني النادي الاهلي بتاريخه العظيم ده لانتها تابعت عليه لا وعشان يستمر النجاح سنوات مش لعيد ولا موزيع ولا حاجة خالص يبقى لازم يبقى يبقى لازم حد بيدير بشكل جاي وده اللي حاصل حقيقة في تسلسل سالي انت برنامجك من الساعة كامل كامل من الساعة 12 الاثنين بكرة يومني بتروح الساعة كامل راديو لا بروح من 10 ونص كده 11 قبلها بساعة ونص واول ما بيخلص البرنامج بتمشي نزوله بس انا عندي منوتة صغيرة وكده يعني بقى مش الوقت اللي بيزبق طلوعك هوا بتعملي فيه هو اول حيقة بحضر البرنامج البرنامج برضا شان الناس تبقى عارفة فكرة اللي هو الانترو بتاع البرنامج اللي هو التتري اللي بيسمعوه في الاول والبد المزديك اللي بتشتغل خلفايا للبرنامج بتاعي والسويبرز يعني بتحضر العدة بتاعتكات كلها بتوزحها انا مع نفسي يعني بشتغل كده بوزحها على ساعات البرنامج اللي هو مستعتين وابدأ اتكلم مع مدام رجاء في البرنامج عندنا تحديدا ان احنا مش منتزمين بسكريبت يعني على فكرة احنا نتنبلي عند البرنامج معند راش معدة او حاجة احنا نعملوه بنفسنا احنا نجيب ضيوف او كده مادام رجاء عندها فكرة مثلا انت مسار تعاليا سال نجيبو الضيف ده او كده فنجيبو مع بعض او يعني بنتناقش في ده موما نحضر بس هنقول ايه في الانترو لو فيه موقف هيا مادام رجاء شفيته في الشارع فيه حاجة عايز تعلق عليها حصلت حدث حصل معين في البلد او حاجة بنتكلم فيه ونبدأ نتكلم فيه الحلقة بتاعتنا وموضوع الحلقة بنتكلم فيه نهاردة اللي هو اي ان كان اه موضوع اجتماعي ومفيش اعداد لا لا احنا نعدي برنامج برنامجك فيه اعداد لا انت برده اللي تشتغل الافضل ان الموزيع هو اللي يعد حلقته طبعا لانه زمان الازعات كان الموزيع بيبقى فيه حد مهندس صوت هو اللي بيعوض يجهز له الاغاني ويقول له يلا تفضل هوا يلا هنطلع فاصل وكل الكلام ده دلوقتي الموزيع هو وان من شو انا اللي بعمل كل حاجة انا اللي باعد انت بتدخلي الازاعة قاعد على الجهاز اللي بينقل الهوا وكلام انت اللي بشتغل عليه انا اللي بشتغل عليه انا اللي بجهز ضيوفي انا اللي بحضر مواضيع الحلقات وامكان الموضوع اكيد لو فيه معد ممكن يكون ليه رؤية بس دايما انت اللي على الهوا انت اللي حاسس بالنبض الموضوع انا اللي ببقى مثلا اعدى في العربية قبل ما جي فبحب اقلب في الازعاية التانية اعرف بيتكلمه في ايه فلو انا سمعت موضوع هو ده اللي كنت محضره فورا بغيره فبعندي بكة في موضوع تاني علشان اللي بيسمع الراديو 90-90 دايما يحس انه فيه تنوع في المواضيع تناول مختلف دايما برضو بحب ابقى متابعة الازاعة ايه البرامج فيها ايه يعني زمايلي تكلموا في ايه امبارح مثلا تكلموا ايه على مدار اليوم النهار دا علشان التنوع في المواضيع يكون دايما موجود شايماء حافظ شايف نفسك مزيعة شاشة تلفزيونية ولا مزيعة راديو حضرتك شايف ايه لا انا اللي انت ايه حلم بس االك حضرتك شايف ايه انت قلتلي بدأت موزيعة تلفزيونية اه تحب ترجعي تاني الشاشة اكيد اكيد حده حلم الكل موزيعة راديو ممكن يبقى حلم الكل موزيعة راديو لو هو شايف عنده القدرة على انه يطلع على تلفزيون في موزيعين راديو بيكتفوا بانهم يبضلوا في الراديو وممكن يطلعوا تلفزيونية في شالو في كتير حصل كده يعني طلعوا ما كانش عندهم حضور او نفس الحضور اللي كان عندهم هم موزيعين راديو وفي موزيعين راديو بدون ذكر اسماء خسروا رصيد كبير من جمهورهم لما شفوهم لانه هو دايما المستمع متخيلك بشكل وشايفك بصورة اما يشوفك ممكن يتصدم فمش اي حد ينتقل من راديو للتلفزيون لكن سهل الانتقال من التلفزيون للراديو برضو لا برضو لا يعني ممكن موزيع تلفزيون ناجح يفشل على الراديو ممكن جدا بتحلام انك تبقي موزيع التلفزيون يعني مش حلم يعني مش ده الحلم بالنسبة لي جلوقتي احب طبعا لو في حاجة انا حب اعملها يعني انا بالنسبة لي لو حب حاجة انا اعملها عن السينما عن الفن حاجة اجتماعية عن دايما بحلم عن برنامج مثلا ثقافي عن العالم كله اكتشف ثقافات العالم عن طريق مثلا المزيكة والاكل الحاجات الشعبية اللي موجودة في بلاد العالم يعني لو انا عايز اعمل برنامج فعلا يلف العالم كله او اكتشف حتى في مصر في اماكن كتير مثلا في مصر مش كلنا نعرفها صح في اماكن ما نعرفهاش انا نفسي اقدم برنامج بعينه لو يكتشف حاجة معينة احنا مش عارفين انا كسيلة اتخض لما اعرف معلومه زي كده اكتشف كل مكان في بلدنا عنده الكالتشر بتاعته والثقافة بتاعته المختلفة عنده الفن بتاعه والمزيكة بتاعته والتراث بتاعه فانا لو احب اقدم برنامج اقدم برنامج كده ناشئات حابب برضو تبقى موزيع تلفزيوني اه طبعا اكيد يعني اكيد حلم اي حد فينا ان هو يشتغل في الاتنين ان هي المهنة واحدة انت بتقدم ده بشكل وبتقدم التاني بشكل تاني خالص ويمكن لان بطبيعة الحال كنت بمثل فالبرامج التلفزيونية اكيد قريبة لقلبي بس انت عارف جيل الرواد مثلا في الازاعة المصرية العديقة ما كانوش بيقدموا لا يمكن نتقارن بالناس دي لا يمكن حقيقة الناس دي عظام زيادة عن اللزوم يعني عظام لدرجة ان هما دايقونا بقى خلق يعني مش نعرف نعمل حاجات دي خالص نهائي لا يمكن هما كان ليهم فكر وطريقة واداء واحترام وكان حتى كمان الشعب نفسه مختلف الثقافة كانت مختلفة احنا بقين الناس اه احنا بنحنلهم جدا وبنتأثر بهم جدا بس للأسف ما بقيناش نعرف نقدم اللي هما بيقدموه والحقيقة ما ينفعش تقلدهم دايما التقليد بيؤدي الفشل في كل حاجة انا الحقيقة دايما بقول كيه حتى في البرامج احنا بنلاقي مثلا مشروع نجح فبنقلده فكل بيقلده بيفشله صح برنامج بيتقدم بشكل حلوى قوي قوي فتحاولوا الناس تقلده فكلهم يفشله زي ما انت بتحاول تقلد برامج طبعا والله العظيم ما بنفسق للبرامجك ما بنفسق للحلقة على برامجك على على برامجي هتعمل ايه في رمضان يا شايماء هنقدم فيه برنامج على الراديو تسعين تسعين بتبقى الصهرة المسائية الرمضانية بيبقى من عشرة الاثناشر الصهرة يومية ايوة انا وزملائي في الراديو بنتناوب في تقديم البرنامج وانت في رمضان هيبقى في نفس المعاد وبس هتكلم بقى عن المسلسلات ونشوف رأي الجمهور ايه المسلسل اللي ممكن يكون ترند او الناس حباه اكتر يعني برنامج اسمه جو رمضان بيتكلم عن المسلسلات بشكل عام نشأت موزيع الراديو يحب زي موزيع تليفزيون لما يمشي في شارع الناس تعرفه والله انا كنت زمان وانا بدرس كده عند استاذ خالد جلال فكان ستانس لفاسكي كاتب جملة شهيرة جدا اعتقد ان هي دي عشان حاجتين او الصادق لما بيسألوه بيسألوه انت ليش تغلت الشغلانة دي فهو بيقول عشان حاجتين يا اما فلوس يا اما شهر اكيد بحب الناس تعرفني وانا ماشي في الشارع اكيد بحب الناس تبقى مبسوطة لما تشوفني فتتصور معايا اكيد بشتغل علشان الناس تبقى تقابلني يبقى في حالة حفاوة كبيرة جدا بالاستقبال طبعا طبعا اكيد ده شيء مهم جدا جدا بالنسبة لي ان انا حس ان الناس كلها مبسوطة بالشغل اللي انا بقدمه لان في الاخر هو انا بقدمه عشان هما يقولولي كده لو ما خدتش ده منهم اكيد مش هبقى مبسوط يعني يعني انا لما سلموا عليها في الشارع فمرة واخدوني بالحضن وقال ليه استاذ سامح حسين حضرتها مش انا خالص والله كان شيء محمد في نفس الوقت وبعدين ايه يما تبقى قاعد في مكان فتلاقي حد بيشبه هو بيشبه فتفضل متنح له اللي هو يا ربي يفتكلم ايوة انا انا تعالي يعني طبعا اكيد نفسي الناس تعالي وانا بقتم معاك وكلمة اخيرة مش عارش اقول ايه بس انا مبسوطة اكيد اللي انا موجودة في قسرة الراديو 9090 المكان ده والادارة دي من الادارات الندرة في الوسط الاعلامي بشكل عام احترام يعني متبادل مع كل الناس في صراحة دايما في التعامل لو في حاجة مثلا ممكن تكون حصل في الراديو فلا نجتمع ونعرف ده ليه حصل او القرار ده تاخد ليه فده مهمة اوي وانا بشكر الراديو 9090 على وجودي معاها خلمة سعيدة جدا بوجودي معاك وكت اضافة فضيئة على مشوار العالمي واكيد سعيدة بوجودي في وسط الزملائي بتمنى انه مستمعين يكونوا دايما مبسوطين من المحتوى اللي بيقدموا الراديو 9090 ودايما يتابعونا طول الوقت وطول اليوم اشهد الحقيقة انا عايزة اقول جملة مهمة جدا جدا للجمهور انا فخور فخور الحقيقة جدا جدا الستاذ محمد علي خير هو ازمننا في الراديو 9090 الراجل ده لو شفتوه في كواليس الراديو هتلاقوا في اي موقف ممكن يحصل اي حد فينا بيهزر معنا شال كل القيود هو بالنسبة لنا قيمة جبيرة جدا جدا لان احنا الحقيقة كنا من سميعة محمد علي خير قبل موجودين حتى في الازاعة فاحنا انا فخور ان النهاردة انا ضيفك جدا جدا ده اللي انا عايزة اقوله وعايزة اقول ان اي حاجة كمان بتحصل لي لو الناس بتحبها فهو بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده بفضل ادارة راديو تسعين تسعين اشكركم جميعا محمد نشأت شايماء حافظ سالي سعيد شكرا نورونا النهاردة في اطلال عن نجوم راديو تسعين تسعين وفي قادم الايام يبقى معنا نجوم محطات ازاعية اخرى شكرا جزيلا لكم وبكرة حلقة جديدة ان شاء الله من المصر فاندستان نونس عشر سلام عليكم